مشكلة ملوحة المياه في مناطق حوض الفرات الأوسط في طريقها إلى الحل بعد وضع المعالجات الفنية والعلمية لها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 73 التي ترأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها عددا من الوزارات اللجنة استكملت الإجراءات الإدارية والمالية للشروع بتنفيذ المعالجات التي تتمثل بتحويل مسار مياه البزل والمياه الآسنة بعيدا عن مجرى النار في منطقة الشنافية ترتفع الملوحة بشكل ملحوظ السبب هو بتوجيه مياه البزل إلى نهر الفرات أيضا صدر قرار بمنع رمي المياه المجاري في أي جزء من الأنهر سواء كان على دجرة أو الفرات رح يجل تحويل هذه المياه المالحة في فترة البزل المياه الزراعية المالحة إلى الفرات الشرقي ومنها إلى المصب العام وإلى جانب التخلص من الملوحة وضعت اللجنة خطة متكاملة لتحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولية في محافظات المثنى والقادسية وذيقار إلى أراضي زراعية من أجل مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي يمتد لخمس سنوات ويشمل زراعة ملايين الشتلات والأشجار وضع حزام أخضر على جانبي الطريق الدولي الرابط بين ثلاث محافظات اللي هي الديوانية والمثنى وذيقار الخطة راح تشمل أيضا مقطعين المقطع الأول هو مكافحة الكثبان الرملية ووضعت خطة لمعالجة 35 ألف دونم تقريبا من تثبيت الكثبان الرملية وتحويلها إلى أراضي زراعية خلال مدة خمس سنوات وبحسب مختصين فإن التخلص من ملوحة المياه في مناطق حوض الفرات الأوسط وتوفير الماء الصالح للشرب سيخدم نحو 80 ملايين مواطن من أبناء محافظات الوسط والجنوب فضلا عن مياه السقي الصالحة التي ستحقق التنمية في المجالات الزراعية إلى جانب تشغيل الأياد العاملة في تلك المناطق من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية